حضرتك مصري مقيم في السعودية ليه ما عملتش أدسنس بتاعك السعودية؟ وليه عملت مصر؟ ولو حضرتكت عملت السعودية إيه المشاكل اللي ممكن توجهها؟ ولو واجهت المشاكل دي إزاي تقدر تحلها؟ أكتر من سؤال محتاج إجابة واضحة السؤال الأول أنا مصري مقيم في السعودية وأنا هنا مقيم مؤقت مش دائم مقيم مؤقت يعني في يوم الأيام حتاج أن أنا أنزل مصر ولما أنزل مصر محتاج أن أغير الدولة في أدسنس فهنا ما فيش تغيير الدولة في أدسنس يقولك للأسف يتعذر تغيير بلد عنوان الدفع في أدسنس في حالة انتقالك من بلد أو أقليم جديد إلى آخر عليك إلغاء حسابك في أدسنس وإنشاء حساب جديد فأنا مش محتاجة في المشكلة دي طيب لو أنت عملت السعودية إيه اللي ممكن تعمله وانزلت مصر أنا عملت السعودية وانزلت مصر لما نزلت مصر محتاج أن انا استلم أرباحي فمحتاج أن انا أضيف حسابي البنكي في مصر جات هنا سؤال يقولك هل يمكنك تسليم الدفعية عبر التحويل البنكي إذا كان المصرف الذي تتعامل معه خارج بلد أدسنس يعني أنا في السعودية أدسنس السعودية وأنا في مصر محتاج أضيف حسابي من بنكي في مصر هل هقدر يقولك كلا يجب أن يكون المصرف الذي تتعامل معه أو فرعه موجود في البلد نفسها معنى كده أن أنا مقدرش أضيف حسابي المصري على أدسنس السعودي فحواجه مشكلة قدام طيب أنا نزلت مصر وأنا عامل أدسنس السعودية وأدسنس السعودية في أرباح إزاي يقدر استلمها حضرتك هتعمل حاجة سهلة جدا وهو أنك تلغي حساب البنكي بتاعك بسرعة جدا وتبدأ تشوف واحد من أصحابك المقربين زي الثقة الغالية والكبيرة وتبدأ تضيف حسابه البنكي هو هيستلمه ويبدأ يحول لك الأرباح أنا بدأت أحللك الموضوع جزء جزء وأمسكولك جزء جزء لأنه اللي حيواجه المشاكل دي طبعا أصحابنا المقتربين ليه؟ لأن كل واحد عامل أدسنس بتاعه مثلا في السعودية ومش عامله في مصر وخايف من حوار البنكود ما تخافش من حوار البنكود قلتلك هتعمل أدسنس 120 يوم وتبدأ تفعله بالبطاقة هتطلبه أربع مرات حتى لو وصل وصل للبريد وما استلمتوش ما تقلقش في مرة تانية وثالثة وربعة المرة الرابعة بعد كده بتفعله بالبطاقة في دقيقة واحدة ما فيش أي مشكلة عليك لو أنت عملته من السعودية زي من عملته في السعودية عملته في مصر عادي طيب يعمل حساب البنك أنا مش عمد حساب بنكي إزاي قدر أعمل حساب بنكي؟ في بنوك في السعودية هنا بتتعامل مع البنوك المصرية تقدر من خلالها أنك تفتح حساب بنكي في مصر ودي موضوع سهل وكل البنوك أو كل دول العالم تقدر تعمل حاجة زي دي وتشوف البنك اللي أنت في دولتك بيتعامل إيه مع الدولة دي فاهمني؟ أنا بتكلم على مصر والسعودية لأن أنا عايش فيهم أنت حط التجربة على بلدك أو البلدة اللي أنت مخترب فيها وابدأ حاول تجد حل ليك ماشي؟ ولو أنت عندك أي مشكلة اكتب لنا في التعليقات حنبدأ نجاوبك عليها أتمنى كنت قدر توضح الموضوع بصورة كاملة وبصورة واضحة وبسهولة لأن الموضوع ده حيقلق ناس كتير طيب أنا دلوقتي عايز أغير حساب الأدسنس بتاعي أغيره إزاي؟ الموضوع سهل ما فيش أي مشكلة حضرتك قبل ما تنزل من السعودية وتروح مصر هتعمل حساب أدسنس جديد باسم مراتك أو اسم مامتك واسم أخوك ماشي قبل ما تروح وبعد كده تبدأ تدخل على اليوتيوب وبعد كده تعمل هنا وتدخل استوديو يوتيوب حيجيب لك ده حتيجي على تحقيق الربح حيجيب لك ده بعد تحقيق الربح تنزل تحت وتعمل تغيير حساب الأدسنس بيقعد 14 ساعة تتم مراجعته بعد ما تتم مراجعته وتفعله تبدأ تحقق أرباح وتبدأ تفعل البين كود من أول وجديد على حساب الأدسنس الجديد والموضوع السهل ما فيش أي مشكلة خالص وإنت لو عملت حسابك في مصر أضمن لك كتير وإنت مصري أضمن لك كتير جدا ليه؟ لأنك مش متوقع حياتك المهنية أو حياتك المقيمية أو اللي انت متغرب فيها دائمة ولا مؤقتة تاهمني؟ ولو ليك أرباح مثلا وسترون يونيون فأنت ممكن تغير باسم لإسم واحد يستلمها في الأمارات أو يستلمها في السعودية أو يستلمها في المكان اللي انت متغرب بيه ويبعتها لك على مصر وده الحل الوحيد مفيش حل غير كده ده الحل الوحيد مفيش حد في العالم ولا الدعم الفني يقدر يغير لك البلد مفيش حد في العالم يقدر يغير لك الحساب البنكي انا في مرة ضفت حساب البنك السعودي وتم اضافته مرة وبعد يومين اتحزف انا مخدتش بالي جيت احاول وان انا ضيب استقبل فلوس لان الحالة بنك عندي شوية استقبل فلوس معرفتش استقبل فلوس في السعودية علشان كده حاولت او بدأت اوضح لكم كل حاجة بالتفصيل شكرا لجميع على فكرة احنا بنجيب المشاكل لنا ونحلها لكم ونقول لكم ازاي تقدر تحلها شكرا لجميع اللهم زد وبارك شكرا